مستجدات قضيات الفلسطينية ودعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة تتصدر مناقشات وزير الخارجية خلال زيارته لإسبانيا لليوم الأربعين بعد المائتين الاحتلال الإسرائيلي وصل عدوانه على غزة واستشهد أكثر من 36 ألفا وأربعمائة شهيد وما يزيد عن 82 ألف مصر وكلات أممية تحذر من تفاقم الأوضاع في السودان والسنتشار لسوء التغذية بين الأطفال والنساء الثالث مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت الرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية القضايا فالقاهرة تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض للتهديئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة منذ العدوان الأخير على قطاع غزة بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها الدولة من خلال فتح معبر رفاح لاستقبال الجرحة والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني شقيق إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تستهدف متابعة التشاوري الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية لسيما تطورات العضوان على غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية إسبانيا خسيمانويل البارس فضلا عن لقاء وزير الخارجية بيدرو سانشاز رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاوري عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف العضوان على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين استنادا إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيا أكدت مصر أنها ستظل على موقفها الراسخ فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرادهم جاء هذا خلال كلمة مصر التي ألقاها الوزير المفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية في الجلسة الفتاحية لأعمال الدورة المئة والحادية عشر لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقال الوزير المفوض كامل جلال إن مصر ستظل متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في أتون الحرب والدماء مشيرا إلى أن التاريخ والضمير الإنساني سوف يسجلان تدعيات تلك الحرب باعتبارها مأساة حققية عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحسار شعب وتدويعه وترويعه وتشريد أبنائه وسط مساعا لتنفيذ مخططات شريرة وتهييرهم قصرية من وطنهم واستطان أراضيهم في ظل عجز دولي عن فرض وتطبيق القانون الدولي وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سعادة السفير بعد التحية مصر تجدد موقفها الرافض لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كيف ترى سيادتك دور مصر المحوري للوصول لحل شامل للقضية الفلسطينية والمساعدة في إنفاذ المساعدات ودخول المساعدات للأشقاء رغم العرقيل الإسرائيلية نحن نعتز بالموقف المصر الذي لم يتغير واستسم بالثبات منذ 2000 سنة قبل الميلاد الجيش المصري ذهب إلى نفس المنطقة الحررة من غزو الأكسوس 2000 سنة قبل الميلاد بقيادة أحمس الجيش المصري ذهب بقيادة صلاح الدين الأيوبي ليحرر المنطقة من الغزو الصديبي ثم قرر الغرب أن يزرع إسرائيل بعد حرب الأكوليون وغزو فرنسا للمنطقة لكي يخلق كيان يفصل العالم العربي مشرقه عن مغربي ويستنزف قوانا ويظل عنصر تهديد للمنطقة ثم يستنزف قدرتنا في شراء أسلحة يكفي أن نعرف أن الأسلحة التي بيعت في الأسبوع القليل الماضية ساقط 50 مليار دولار ولتحل أربي أعلن أنه سينتج مزيد من الأسلحة بـ 100 مليار دولار أخر مسألة معقدة جدا لكن الحمد لله أن رغم الشهداء وطبعا عند الله شهداءنا لكن نحتصبهم عند الله ولا يوجد كما قال الرئيس عبدالتع السيسي مرات لا توجد أسرة في مصر إلا وفيها شهداء وبالتالي شهداءنا عند الله لكن لا أحد يفكر في أن يتعلق وانه عن نصرة قضية بلدي لأنه يستشهد فهم عند الله يحياءون عند الله إن شاء الله سنواصل هذا الوضع ثم مصر مضطرة الآن أن تعلن بصوت عالي أنها لن تقبل تحتأيد وضع من الأوضاع بإنهاء القضية الفلسطينية على غير ما يرضى الفلسطينيون لبلدهم لن تقبل بالتهجير لأن هذا سيكون على حساب هذا الشعب البطل أو على حساب مصر لأن هناك أطمع في أن يأتي البعض منهم في مصر نحن نعلم أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيون بالفعل موجودين في مصر بل بيننا وبينهم مصارة سواء كثير من الفلسطينيون تزوجون مصريات أو العكس لكن هذه القضية تتعلق بالهجرة وهي هجرة قانونية ومشهوة نقبلها ونتحملها بل من الأشياء الملفتة أن الرئيس أعلى أن لدينا تسعة ملايين ضيف ما بين سوداني وسوري وفلسطيني نعم ساعدة السفير وجود الضيوف في مصر شيء طبعا وفكر تهجير الفلسطينيين قصريا هذا أمر مرفوض تماما من الدولة المصرية هذا هو الوضع نعم أشكرك جزيلا أشكر سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجي الأسبق كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسئولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مشيرا إلى الجهود المصرية المكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير تحمل مصر على عاطقها مسئولية حل القضية الفلسطينية باعتبار أن الأمن العربي كل لا يتجزأ تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لتواصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية عقود طويلة وما زالت مصر تحمل على عاتقها مسئولية حل القضية الفلسطينية باعتبار أن الأمن العربي كل لا يتجزأ ومؤخراً ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أبت مصر أن تقف متفرجة على ما يحدث تجاه الأشقاء فحشدت العالم حول قضيتها المركزية وعقدت قمة القاهرة للسلام لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء وتوصيل المساعدات إليهم والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الجهود الدبلوماسية المصرية تواصلت شرقاً وغرباً وعقدت المفاوضات المتتالية في القاهرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة تنهي الحرب مع وسطاء من قطر والولايات المتحدة في هذا الإطار الذي رسمته مصر منذ اندلاع الأزمة خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلناً مقترحاً إسرائيلياً جديداً بثلاث مراحل بايدن دعا حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق صراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس الأمريكي أكد كذلك أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفعلية في القطاع في المقابل أكدت مصر دعمها لكل جهد يستهدف إنهاء العدوان على قطاع غزة والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وضمان النفاذ الكامل والعادل للمساعدات الإنسانية دون عوائق واتفقت القاهرة وواشنطن على مواصلة التشاور والتنسيق لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة وفي بيان مشترك دعت مصر وقطر والولايات المتحدة كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس جو بايدن البيان المشترك أكد كذلك أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة المقترح الأمريكي لقى استحسانا من قادة العديد من دول العالم حيث وصفوا خريطة الطريق التي أعلنها بايدن بالواقعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر ورغم تلك الجهود الدولية إلا أن التعنت أصبح صفة تلازم الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس حسب قولة وظهرت للسطح من جديد الخلافات الإسرائيلية الإسرائيلية ففي حين حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائر لبيد نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي إلا أن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هدد بالانسحاب من الحكومة لإتلافية إذا مضى قدما في مقترح الهدن الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن منح الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الأمل لألاف الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في خيام في غزة التي دمرها العدوان وفي مدينة دير البلحة بوسط قطع غزة حيث فرى كثيرون بعد الهدوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أكد عدد من النازحين ضرورة مواصلة الضغط الدولي على الدولة الاحتلال لوقف إطلاق النار هذا المقترح جاء متأخر ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن يأتي بتاتا فلذلك نعمل من الله عز وجل ونعمل من النظارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء أي مقترح يؤدي إلى عودتنا إلى بيوتنا وإعادة إعمارها وإعادة بنفس الوقت إطلاق صراحة أخواننا المعتقليين هذا إحنا معاه كلنا كشعب كلنا معنا كمواطن مع هذا المقترح أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تصرحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو التي أعلن خلالها أن خطط الحرب الإسرائيلية لن تتغير رغم مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى هدنة لا تستهدف الرد على خطة بايدن بقدر ما تستهدف الداخل الإسرائيلي أوضحت الصحيفة أن نتنياهو لم يؤيد أو يرفض صراحة خطة وقف إطلاق النار المقترحة التي ترحها بايدن وأكد مسؤولان إسرائيليان أن اقتراح بايدن يتتابق مع اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي الذي حصل على الضوء الأخضر من جانب حكومة الحرب الإسرائيلية إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونرواء فيليب لازاريني إن أكثر من مليون شخص معظمهم نزحوا عدة مرات اضطروا إلى الفرار مرة أخرى بحثا عن الأمان وأضاف لازاريني أن جميع مراكز الإواء الـ 36 التباعة لوكالة الأونرواء في رفح الفلسطينية أصبحت شاغرة الآن لفتا إلى أن إمدادات الوقود آخذة في النفاد وقال المفوض الأممي إن الأونرواء سمح لها باستقبال نحو 450 شاحنة في الأسبوع الثلاثة الماضية لدعم العملية الإنسانية لفتا إلى أن ذلك يمثل شيئا لا يذكر في مواجهة الاحتياجات الكبيرة أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ماردريت هاريس أن أربعة من بين كل خمسة أطفال لم يأكلوا لمدة يوم كامل مرة واحدة على الأقل في غزاء مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع قليلة للغاية جددت هاريس النداء لإسرائيل لاحترام القانون الدولي فيما يتعلق بالمرور الآمن لمساعدات الإغاثة المنقذة للحياة في القطاع كما سلطت الضوء على خطر سوء التغذية القاتل والمجاعة بين الأفراد الأكثر ضعفا في غزة يعاني أطفال قطاع غزة من وضع صحي كارثي واستنقص شديد في الأدوية والمواد الغذائية وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو 442 ألف حالة إصابة بأمراض معوية فضلا عن إصابات أخرى بالتهابات الجهاز التنفسي وضع صحي كارثي يحيط بأطفال قطاع غزة في كل مكان واستنقص شديد في الأدوية والمواد الغذائية في قطاع النائبات يفتقر للبنية التحتية ويمتلئ بالجثث المتحللة في كل مكان الظروف المعيشية القاسية للغاية والنقص الحاد في الإمدادات الغذائية أدت إلى إصابة العديد من الأطفال بالأمراض المعادية وفقر الدم ونقص المناعة وأمراض أخرى ومنذ أكتوبر من العام الماضي وفي أعقاب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة سجلت منظمة الصحة العالمية ما يقترب من 442 ألف حالة للإصابة بأمراض معوية فضلا عن إصابات أخرى بالتهابات للجهاز التنفسي الحاد والطفح الجلدي وجدر الماء ومتلازمة اليرقان الحادة وتشير التقديرات إلى أن 1.7 مليون شخص في غزة قد نزحوا داخليا أكثر من نصفهم من الأطفال يكافحون دون ما يكفي من الماء أو الغذاء أو الوقود أو حتى الدواء هذه المعاناة هي جزء من معاناة أكبر مع ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال في غزة واستشهاد أكثر من 14 ألف طفل فضلا عن إصابة ألاف آخرين جراء القصف الإسرائيلي بلا رحمة على القطاع المحاصر أعلن الرئيس الشيلي جابريال بورتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يأتي ذلك في وقت تبدل فيه القاهرة جهودا ملموسة دفاعا عن القضية الفلسطينية ضغط دولي غير مسبوق وتطورات لا تنتهي والهدف واحد وهو إيقاف قوات الاحتلال الإسرائيلية عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة وإنهاء جرائمها التي فاقت الحدود ففي تطور جديد وهام بساحة القضية الأبرز في العالم أعلن رئيس الشيلي جابريال بورتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وكانت جنوب أفريقيا قد رفع الدعوة أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة وإحداث مجاعات على نطاق واسع في غزة خطوة تشيلي لم تكن الأولى بل سبقتها عدة دول في ذلك والتي كان من أبرزها مصر التي تحركت انطلاقا من أهميتها وثقالها السياسية لتعلن في مايو الماضي اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة القاهرة أكدت أن خطوتها تلك جاءت في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة هي إذن تحركات كبيرة وجهود دولية لا تنتهي لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة العدوان الغاشم ولوضع حد لمأساة إنسانية فقد بشاعتها ما يمكن وصفه بالكلمات أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك إلقاء القبض على نحو 29 شخصا إثر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في متحف بروكلين وحثت منظمة مؤيدة للفلسطينيين حثت المتظاهرين على الدخول بأعداد هائلة إلى المتحف من أجل غزة وذكرت أن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استثمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه البري والجوي والمدفعي لمناطق متفرقة من قطع غزة في اليوم الأربعين بعد المائتين من العدوان والذي بدأ على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي أطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي المروحي النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة كذلك قصفت مدفعية الاحتلال منازل شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم لبريج وشمال غرب مخيم نصيرات وسط قطاع غزة كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها رشاشة صوب منازل قبالة شاطئ المدينة وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة فقد أصفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى الآن عن استشهاد ستة وثلاثين ألفا واربعمائة وتسعة وثلاثين شخصا أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة اثنين وثمانين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين شخصا فيما لا يزال هناك آلاف الضحايا مفقودين وتحت الأنقاض اشتركوا في القناة تواصل مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري شهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين لازالت مصر تقوم بمجهداتها ومسؤوليتها تجاه الأشقاء داخل قطاع غزة بتجهيز عدد كبير من المساعدات الإنسانية وإدخالها عبر منفذ كرم أبو سالم مؤقتا لحين العودة للعمل في معبر رفح من الجانب الفلسطيني نتحدث اليوم بالنسبة لدخول الشاحنات من معبر رفح نحن نتحدث عن اليوم الثامن من بدء دخول الشاحنات من منفذ كرم أبو سالم بعد الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة في إدخال شاحنات المساعدات من هذا المنفذ نتحدث أن اليوم دخل ما يقرب من 200 شاحنة دخلوا بالفعل من منفذ كرم أبو سالم محملين بعدد كبير من المساعدات الجذائية وأيضا المستنزمات الطبية المختلفة هذه الشاحنات أيضا دخل معها نتحدث عن 7 شاحنات للسولار وأربع شاحنات للجاز وهذا رقم كبير فيما يتعلق بالوقود خلال الأيام الماضية لكن بالتأكيد هذا سينعكس على الأقل على عودة المخابس للعمل مرة أخرى بسبب نقص أو توقف 98% من المخابس عن العمل بسبب نقص الوقود أيضا نتحدث عن استفاف عدد كبير من الشاحنات في مدينة العريش وأيضا أمام معبر رفح للدخول تباعا وأيضا هناك آمال كبيرة معلقة على عودة عمل معبر رفح مرة أخرى خاصة بعد الاجتماع الثلاثي المنعقد اليوم في القاهرة طبقا للمصادر رفيعة المستوى هذا الاجتماع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لبحث عودة عمل منفذ رفح من الجانب الفلسطيني وأيضا مع تأكيد مصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من منفذ رفح من الجانب الفلسطيني هذا فيما يتعلق بالوضع الإنساني فيما يتعلق أيضا بالوضع الميداني لازالت يعني بعض العمليات العسكرية المتواصلة في مدينة رفح الفلسطينية وشن الاحتلال الإسرائيلي بعد الغرات على مدينة رفح الفلسطينية مع استمرار بالطبع الجهود المصرية المبذولة للعودة للمصار التفاوضي مرة أخرى للوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن عودة إليكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر أصدرت ثلاث وكلات في الأمم المتحدة تحذيرا شديدا من أن جميع المؤشرات تدل على تراجع كبير في وضع التغذية للأطفال والأمهات في السودان وأجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة السحة العالمية أجروا مؤخرا تحليلا أكد على أن الاقتتال الراهنة يفاقم العوامل المحركة لسوء التغذية بين الأطفال وتؤثر الحرب المستمرة منذ سنة بالسودان تأثيرا شديدا على تقديم الإمدادات الإنسانية مما يترك عددا لا يحصى من النساء والأطفال دون إمكانية الحصول على الدعم الغذائي ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت طائرة مسيرة لقوة الحوثي في جنوب البحر الأحمر أضفت القيادة المركزية أنها دمرت أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما قوات الحوثي وذلك باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابة أو أضرار أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية راديون ميرشونيك أن النظام الأوكراني وداعمي يرفعون من وطيرة اعتداءاتهم وذلك باستهداف الأطفال والمدنيين في أقليم دونباس كانت موسكو قد استضفت أمس مؤتمرا نظمته مفوضية حقوق الطفل الروسية لتسليط الضوء على ما يتعرض له الأطفال في منطقة دونباس جرأ استهداف القوات الأوكرانية للأحياء المدنية في الأقليم حيث بعث أطفال من دونباس رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة لحثه على تفعيل الالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد على حماية الأطفال في مناطق الحروب والنزاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والدولي والمنظمات حتى الآن وافقت على المشارقة في قمة تعقد في سويسرا في منتصف يونيو بهدف أحلال السلام جاء ذلك في كلمة لزيلناسكي في اليوم الأخير من قمة حوار شانغريلا في سنغافورة وهو مؤتمر أمني يشارك فيه رؤساء ووزراء ومسؤولون كبار من 55 دولة وأضاف زيلناسكي أنه يشعر بالامتنان للولايات المتحدة لسماحها لكييف باستخدام أنظمته مارس الصاروخية الأمريكية في منطقة خركاف بشمال شرق أوكرانيا احتشد مئة الأشخاص بالعاصمة الشيكية براغ وذلك للدعوة إلى تحقيق السلام في أوكرانيا المتظاهرون طالبوا بإنهاء القتال في أوكرانيا أو الانسحاب من حلف شمال الأطلنطي حيث شارك رئيس الوزراء الشيكي الأسبق جاري باروبيك وسياسي السلوفاكي السابق يان شرنوغورسكي في هذا الحدث وكان وزير الخارجية الشيكي يان ليبافيسكي قد أكد في وقت سابق أن بلاده ليس لديها مشكلة في أن تستخدم أوكرانيا الذخائر التي زودتها بها براغ لضرب أهداف على الأراضي الروسية ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في تحكم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي ومن المكرر أن ينشر مجلس سيانة الدستور في 11 يونيو قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة بعد إجراء تفقيق بشأنهم دعت الممثلة الخاصة للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون المرأة والأمن إيرن فالن إلى تعزيز التعاون مع اليابان وذلك في إدارة الطوارئ ومشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات بالإضافة إلى تنصيق بشأن الحرب في أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي أشارت أيضا إلى حملة أطلقها مجموعة من المشرعين اليابانيين وخطة عمل جديدة من قبل وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي اليابانية لمشاركة المرأة في حال النزاعات والإغاثة في حالة الكوارث قال وزير الدفاع الصيني دونج جون إن احتمالات أعدة الوحدة سلمية مع تايوان تتآكل على نحو المتزايد وذلك بسبب الانفصاليين التايوانيين والقوى الخارجية أضاف وزير الدفاع الصيني خلال مؤتمر حوار شانغريلا في سنغافورة أن تايوان هي جوهر القضايا الأساسية بالنسبة للصين مشيرا إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من استقلال تايوان أبدت حكومة تايوان أسفا شديدا حيالة الصريحات أدلى بها وزير الدفاع الصيني وذلك خلال قمة حوار شانغريلا في سنغافورة التي وصفتها بأنها استفزازية وأنها غير عقلانية أعلن مجلس شؤون البر الرئيسي الصيني في تايوان في بيان له أن الصين قد هددت الجزيرة مرارا باستخدام القوة خلال فاعلية دولية أظهرت استطلاعات رأي أنه من المتوقع فوز التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي نارين راموندي بأغلبية تبيرة في الانتخابات العامة بالبلاد فيما أعلنت السلطة الهندية مقتل 33 من موظف الاقتراع الهندي في يوم التصويت الأخير فقط دراء ضربة الشمس بسبب ارتفاع دردة الحرارة بعد ستة أسابيع من انتخابات طويلة الأمد أقيمت خلالها عملية التصويت في ظل درجات شديدة الحرارة لم يسبق لها مثيل في العديد من المناطق أبدى رئيس الوزراء الهندية المنتهية ولايته ناريند رامودي ثقته بالفوز في عملية التصويت للانتخابات العامة ثقة أبدها رئيس الوزراء المنتهية ولايته رغم التحديات التي تواجهه إذ أن حزبه القومي الهندسي يواجه منافسة شرسة من تحالف للمعارضة يضم نحو عشرين حزباً يقودها حزب المؤتمر بزعامة رؤول غاندي تنافس جاد أثر شكوكاً من جانبي بعض المراقبين حيال إمكانية مودي للفوز برئاسة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي بل إن أكثر المراقبين تفاؤلاً رأوا أن فوز رئيس الحكومة المنتهية ولايته لن يكون بالأمر السهل إلا أن أحد مراكز الاستطلاع الهندية خرج عن تلك القاعدة لينشر استطلاعه بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايته في طريقه لتحقيق فوز ساحق المعركة الانتخابية التي وصفت بأنها حامية الوطيس نظراً للإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع استغلها مودي لمخاطبة جماهيره بأن الإقبال على إعادة انتخاب حزبه كان قياسياً وهو الأمر ذاته الذي قام به التحالف المنافس وما بين تصريحات المتنافسين وتباين آراء المراقبين تبقى الإجابة على من سيعتلي سدة الحكم في رئاسة الحكومة الهندية مؤجلة إلى الثلاثاء المقبل بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات فإما ولاية ثالثة لمودي أو ولاية أولى لتحالف المعارضة يدلي 99 مليون ناخب في المكسيك بأصواتهم لاختيار أول رئيسة في تاريخ أكبر دولة ناطقة بالإسبانية في العالم ستكون المنافسة الرئيسية في الانتخابات الرئاسية بين مرشحة يسار الوسط سوشيتال جالفاز والمرشحة التقدمية كلاوديا شينباوم وإضافة إلى الانتخابات الرئاسية دعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار حكام في 9 من أصل 32 ولاية واختيار رؤساء بلديات وقد طغى العنف على الحملة الانتخابية إذ قتل ما لا يقل عن 25 مرشحا للانتخابات المحلية في هذا البلد الذي يقوده عنف عصابات المخدرات وهو أيضا أكبر شريك تجاري عالمي للولايات المتحدة أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أرسلت إليها نحو 600 بلون محمل بالنفايات وذلك في أحدث تحرق من جانب بيونج يونج لإثارة غضب جارتها ولفتت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إلى أن الجيش يجري استطلاعا جويا لتعقب وجمع البلونات التي تتدل تحتها أكياس كبيرة من القمامة من جديد كوريا الشمالية ترسل مناطيض محملة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية وفق ما أعلنه الجيش غدا تحذير سول من أنها ستتخذ إجراءات مضادة لتحركات مماثلة السلطات في سول أدانت هذا السلوك حيث أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن الحكومة ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم تتوقف بيونج يونج عن تلك الاستفزازات هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبية أوسط من جهتها السكان بالامتناع عن لمس المناطيض في حال رصدها وإبلاغ السلطات عنها حيث أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 250 منطاضا محملا بأكياس النفايات من جهتها علقت بيونج يونج على الحادث بأنه رد على حملة دعائية مستمرة من ناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بلونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونج يونج وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين محملة بمقاطع مصورة من موسيقى وأعمال درامية ويطلق الناشطون الكوريون الجنوبيون أحيانا مناطيضة تحمل منشورات دعائية مناهضة لنظام كيم جونج أون وأموالا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية الشمالية قال الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن وقد جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة حيث أكد مدبولي أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة للنهوض بمجال التعليم وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بما يحقق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية من مختلف جوانبها لسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على ضررة عالية من الكفاءة وفي هذا الإطار أكد مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار شهر مايو الماضي هذا وقد شملت جهود اللجنة الطبية العليا الاستجابة لنحو 1028 حالة مرصدها كما تضمن تفاعل اللجنة مع هذه الحالات اصدار 213 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة فضلا عن توفير الإجراءات الطبية لنحو 116 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف وذلك إلى جانب إصدار 27 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع استأنث مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا استمر قربة العشر ساعات لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية ذات الأولوية لدى المواطن المصري وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ببشيخ زائد كان على رأس الموضوعات التي تناولها الاجتماع القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذراد موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني من أجل توصل إلى مقرحات تدعم مواقف مصر ثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها في هذا شأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية مشددا على أهمية وضرورة استمرار الاستفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الرهنة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأست وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وفض مصر في القمة الكورية الجنوبية الأفريقية التي تعقد في عاصمة كوريا الجنوبية سال وذلك بمشاركة 48 دولة أفريقية تعكس الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية عمق ومتانة العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى تطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسيما في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تكللت هذه الشراكة باختيار كوريا الجنوبية مصر شريكا استراتيجيا لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021 و2025 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغزية والزراع للأمم المتحدة الفاو اتفاقية تعاون ثنائي لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجال الانتاج الزراعي والحيواني بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة ألمينيا من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4000 فرصة عمل منها 2000 فرصة عمل بدوام كامل و2000 فرصة بدوام جزئي حيث سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوعا من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخيا نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل من جهتها شددت وزارة الزراع على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي وتيسيرا على المزارعين لرفع العبئ عن كاهلهم كما أوضحت الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام مشيرة إلى جهودها في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة عبر منظومة كرت الفلاح أكد وزير البترول طارق الملة أن الشراقة مع الشركة الألمانية تعد نموذجا للشراقة الاستراتيجية الناجحة جاء ذلك خلال استقبال الوزير الرئيسة التنفيذية لشركة هاربر أنرجي ليندا كوك والتي تعد إحدى أكبر الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة بشكل عام وعقب اللقاء شهد وزير البترول توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربر أنرجي البريطانية على مناطق امتياز شركة فينترشال الألمانية في مصر أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأطحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للسق وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرى مستحقة وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظة الجمهورية يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختتمت فعليات دورة ثامنة من مهرجان منصات للأفلام الذي شهد عرض 40 فيلما قصيرا ما بين الرواء والوثائق بمشاركة طلاب وطالبات السينما ولم تكن فلسطين غائبة عن فعليات هذا المهرجان الذي قدم برنامج أفلام فلسطين تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من انطلاقه اختتمت فعليات الدورة الثامنة من مهرجان منصات للأفلام والذي شهد عرض 40 فيلما قصيرا ما بين روائي ووثائقية بمشاركة طلاب وطالبات السينما السنة دي عندنا شراكات برضو أكتر من أي سنة لأفلام خارج المسابقة سواء أفلام قصيرة من حول العالم مع قبلة عرضناه مع برنامج بتاع قبلة في الصحراء وكمان عرضنا السنة دي برنامج عن أفلام فلسطين مع نادي منتجي الأفلام المصري المؤسسة اللي بتقدم مهرجان منصات للأفلام اسمها مؤسسة مصر دوت بكرة لتنمية المهارات وهي مؤسسة معنية بتنمية مهارات الشباب وانها تكون منصة لكل الشباب والمبدعين في مصر في مختلف المجالات من أول السينما لغاية الابتكار التكنولوجي فكان اسمنا أصلا مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام والسنة اللي فاتت في دورتنا السبعة نزلنا بشكل جديد وبإسم جديد الدورة الثامنة من المهرجان منحت 16 جائزة لأفضل الأفلام الروائية والوثائقية في مسابقتين الأفلام القصيرة وأفلام الطلاب إلى جانب جائزتين الجمهور بالإضافة إلى الجوائز الحرفية المخصصة للإخراج والسيناريو والتصوير السينمائي والمنتاج والتمثيل وتصميم الصوت وتصميم الإنتاج أيضا قدم المهرجان منح إنتاج سنوية لعدد من المشروعات السينمائية في مختلف مراحل الإنتاج وذلك لدعم صناع وصانعات الأفلام الطامحين فضلا عن تقديم مجموعة من العروض خارج المسابقة الرسمية وعدد من الوراش والندوات الفيلم هو فيلم وصائقي بيوصق المبنى بتاع معهد السينما المبنى ده هو المبنى الأساسي يعني من ساعة ما المبنى بتاع المعهد من أول ما معهد السينما تفتح هو المبنى ده هو اللي بيستضيف الطلاب وفي السنين الأخيرة كانوا بينقلوا الطلاب من المبنى ده المبنى تاني فعلى مدار بقى رحلة النقل دي كنت بقى حاول أوصق كل مكان في المبنى بتاع المعهد في الفيلم يعني وبقى حكي تاريخه أفلام السنة دي يمكن فيها ميزة لطيفة قوي أنها لقيت نسبة كبيرة جدا منها نتاج ورش ورش دي يعني ثلاثة أيام الشباب بيطلعوا فيلم ففي أفلام طلعت كده فكاد بتعبر بشكل كبير جدا عن إحساسهم بحالاتهم الإنسانية يعني اللي في الغربة فبيحاسس بالغربة اللي رجع بعد الغربة فبيحسب نفسه علاقة الشباب بأهلهم بعلاقتهم الإنسانية عموما في حياتهم فلسطين لم تكن غائبة عن فعاليات المهرجان الذي قدم برنامج أفلام فلسطين تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة الفكرة جات أنه أنا كنت بدور في أرشيف المتحف الفلسطيني العربي ودورت كتير قوي في صور فلسطينية كنت في الأول بجمحها لمجرد أن أنا جمحها بعدين دورت على شهادات ناس نجوا من المجازر اللي حصلت في فلسطين من 48 ومن قبل 48 ومن بعد 48 دورت على شهادات كتير جدا وجمعت الشهادات دي بحيث أن أنا أحطها على صور من الأرشيف الفلسطيني اللي أنا عملته وحاولت أحكي قصص إلى حد ما مأسوية بس في جانب إنساني في لها لأنه مش بس تبقى مأسوية بحيث أنه يبقى في جانب إنساني للتعاطف برضو مع الصور دي المهرجان السنائي إحنا بتدنا من حوالي تسع سنين دي نسخة تمنى لي اتغير شكلا وموضوعا يمكن أهم حاجة فيه هي المشاركة عندنا مجموعة صنوع الأفلام اللي دخلين معنا حاجة مشرفة جدا عندنا ناس دخلت معنا من 2014 و2013 في ناس كتير جديدة تولدت شراكات جديدة مع مجموعات عمل مصرية رائعة في مجال الفن والإبداع إدارة المهرجان خصصت ستة منصات عرض لتقديم أفلام المسابقة الرسمية من خلالها حيث تنتهي كل منها بفقرة أسئلة وأجوبة مع صناع وصانعات الأفلام كما شهدت الفعاليات تقديم أولى عروض ليالي منصات والتي تسلط الضوء على أفلام طويلة حول العالم وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من عنوين مستجدات القضية الفلسطينية ودعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة تتصدر مناقشات وزير الخارجية خلال زيارته لإسبانيا لليوم الأربعين بعد المائتين الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة واستشهد أكثر من ستة وثلاثين ألف أربعمائة شهيد وما يزيد عن اثنين وثمانين ألف مصاب وكالات أممية تحذر من تفاقم الأوضاع في السودان واستنتشار سوء التغذية بين الأطفال والنساء وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وضمتم في أمان الله إلى اللقاء